قدمت وزيرة طيران المدني والإرصاد هو أقصيل أحمد بياناً حول اليوم العالمي للإرصاد الجوي أشارت فيه إلى حمية الاحتفال بهذا اليوم والتحديات التي تواجه هذا المجال جزء من هذا البيان Le 23 mars de chaque année l'Organisation Météorologique Mondiale OMM et la Communauté Internationale célèbre de concert يعتبر تاريخ الثالث والعشرين من كل عام يوماً ينظم فيه للإرصاد الجوي وذلك عبر تنظيم تظاهر بالمجتمعات الدولية تزامناً مع تاريخ الفوة 950 والذي تم فيه التوقيع على протокول لتشقيس الثالث والعشرين من مارس جاء بإنوان معرفة السحب لأنها تشكل عاملاً بيعياً لخلق توازن في الحياة مما جعل الاهتمام بالإرصاد الجوي في مجمله لأنها تشكل التنوع البيعي وتغلباتها وعليه فإن وزارة الطيران المدني والإرصاد الجوي تعمل عبر أقسامها الفنية لجعل الاستفادة من هذه التغيرات المناخية لصالح الحياة وتستجيب عن التغيرات المناخية عاملاً من عوامل الطبيعية والعناية بها السيدات وسادة قبل أن أنهي كلمتي هذه لا يسعني إلا أن أشكر باسم الحكومة الشادية شركاء التنمية على سماههم لنا ومصاحباتهم لنا في المشاريع الخاصة لتقليل من حدد المخاطر عبر الدعم الفنية والمالي من جهة الشركاء والعمل على الاستفادة من التغير المناخية ما بين الدول الأقلان موان ترجمة نانسي قنقر